نشوف عندنا ايه في صفحة خمسة يا اولادي ايوه الزراعة التعقدية مهم جدا اوي ده تاخدين بالكوا الزراعة التعقدية دي زي ما كده قلنا للجماعة مزرعين الامح يا جماعة احنا هنشتري منك الامح بكام يا سيدي قلنا له والله احنا هنشتريه بالسعر العالمي وهنديلك حد ادنى طب ولو السعر العالمي زاد هكمل لك طب ولو السعر العالمي اقل مش هتتضر انا متكفل بالفرق فعملنا ايه بقى بص الزراعة سعر ضمان فاذا انخفض السعر وقت الاستلام عن سعر الضمان المتفق عليه فحضرتك تقدر تحصل على سعر الضمان بالكامل طب ولو حصل ان السعر العالمي زاد حضرتك هتاخد كمزارع يعني هتاخد السعر العالمي زي ما احنا متفقين وتم اصدار اسعار مستقبلية متفقة عليها للمحاصيل الزراعية اللي دخلها في المنظومة عندي تسعة ونص الف جنيه لطن الدرة الصفرة حد ادنى سعر ضمان عندي 18 الف جنيه سعر حد ادنى سعر ضمان لفول الصوية خلي بالك في 2022 كانوا 8000 اصبح 18 طب تعال نشوف عباد الشمس 15 الف جنيه سعر الضمان بعد ما كان 8.5 عندنا اردب الامحة 15 الف بعد ما كان 820 سنة 22 كل ده حد ادنى انا بكلمك على كمان انطار القطن 5500 حد ادنى عندنا البنجر 1500 حد ادنى سعر ضمان بعد ما كان 800 الممي اشتركوا في القناة